يا أيها المؤمن أعلم أن خالقنا توحيده واجب سبحانه وعلى بل هو أول واجب وأعظمه فاحرص على فعله وأخلص العملا لا تجعلن له ند يشاركه فإن ذاك خطير فاحذر الزللا توحيد ربي جمة فضائله فلتغتنمها ولا تبغي بها بدلا تمحى الخطايا به يرفع منزلنا في جنة ويئت من ربنا نزلا به الأمان والاهتداء يوم غد وعاجلا فاطمئن ولا تكن وجلا به النجاة من الخلود في سقر بل من دخول لها إن كان قد كملا به تنال الرضا من ربنا وبه يشفع فيك الذي قد ختم الرسلا فلا تضيع أخي ثماره أبدا واصبر وصابر عليها تبلغ الأمل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فما زال كلامنا معاشر الفضلاء ومعاشر الأخوات الفضليات على بيان أمور مهمات تدل على إخلاص العبادات لرب الأرض والسماوات اعلموا أيها الأكارم أن من الأمور التي تخل بالتوحيد ومن الأمور التي تضعف تحقيق العبودية لله رب العالمين الغلو في الصالحين وهذا الأمر أيها الإخوة في الله وهو الغلو في الصالحين أمر شائع ومنتشر في صفوف المسلمين وينبني ويترتب عليه اعتقاد أمور لا يجوز اعتقادها إلا في الله رب العالمين في هؤلاء الصالحين أو العلماء العاملين أو غيرهم من الأنبياء المرسلين أو الملائكة المقربين المقصود أن من أعظم أسباب الإخلال بالتوحيد ونقصان إخلاص العبادة لله رب العالمين هذا الأمر وهو الغلو الغلو أيها الإخوة الفضلاء هو تجاوز الحد الغلو والإفراط بمعنى وهما بمعنى مجاوزة الحد فالغلو في الصالحين معناه أن نعتقد فيهم بعض صفات الرب ثبارك وتعالى فإذا أحب العبد رجلا صالحا سواء أكان ملكا أو نبيا مرسلا أو عالما فاضلا أو وليا تقيا عابدا زاهدا لله رب العالمين أو غيرهم إذا أحب العبد أحد هؤلاء وغلى في حبه أفرط في حبه لبعض هؤلاء وفي تعظيمه لهم فوصل به الحد إلى درجة الغلو تجاوز الحد الذي يجب عليه الوقوف عنده وغلى في بعض من ذكرنا فإنه يصل به الحال إلى الشرك بالله رب العالمين ولهذا جاءت شريعتنا الغراء بالنهي عن الغلو جاءت هذه الشريعة السمحة بالتحذير من الغلو أي أمر فيه غلو أي فيه مجاوزة للحد فإن الشريعة حرمته ونهت عنه وذلكم لأن الغلو لا يؤدي إلا إلى فسات لا يؤدي إلا إلى ضرر يقع على العبد في دنياه وأخرى فالغلو مذموم مطلقا وليس بمحمود لهذا حذرت الشريعة منه ومن جملة ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم غاية أنهي وحذر منه غاية التحذير الغلو فقال عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو إياكم والغلو هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من مجاوزة الحد في تقدير الصالحين في احترامهم وتعظيمهم وإجلالهم يحذرنا من مجاوزة الحد نعم تقدير الصالحين وتبجيلهم واحترامهم وإجلالهم أمر مطلوب سواء أكانوا من العلماء أو من العباد احترامهم توقيرهم أمر مطلوب لكن المنهي عنه هو مجاوزة الحد هو الغلو قال إياكم والغلو ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب هلاك الأمم من قبل هو الغلو قال فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين مجاوزة الحد والغلو في الدين هذا هو الذي أهلك من قبلنا من الأمم وربنا تبارك وتعالى قال مخاطبا أهل الكتاب ومحذرا إياهم من الغلو قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق يا أهل الكتاب النداء والخطاب موجه لأهل الكتاب يقول ربنا تبارك وتعالى لهم لا تغلوا في دينكم يعني لا تتجاوزوا الحد لا تفرطوا لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق ما سبب وقوع أهل الكتاب من يهود والنصارى في الكفر النصارى قالوا عيسى بن الله واليهود قالوا عزير بن الله ما سبب ذلك سبب ذلك الغلو لما غل النصارى في عيسى أفرطوا فيه في تعظيمه وتقديره وتبجيله أدى بهم الغلو إلى جعله إلها يعبد مع الله رب العالمين فقالوا الآلهة ثلاثة وقالوا المسيح عيسى بن الله تبارك وتعالى اليهود ما الذي أوقعهم فيما أوقعهم فيه الذي أوقعهم فيما أوقعهم فيه هو غلوهم في عزير عزير نبي من الله تبارك وتعالى نبي بعثه الله رب العالمين لما غلوا وأفرطوا في حبه وتعظيمه وتبجيله جعلوه ابنا لله رب العالمين فالله تبارك وتعالى نهاهم عن الغلو لأنه سبب ضلالهم سبب هلاكهم وسمعتم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو من كان قبلنا إنما أهلكوا بسبب الغلو في الدين والتشديد فيه وفي هذا المعنى يقول عليه الصلاة والسلام إياكم والتنطع إياكم والتنطع إياكم والتنطع قالها صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثا إياكم والتنطع إياكم والتنطع يحذر منه والتنطع هو الغلو إذا فمن أحب أحدا من الخلق أو قدره وأجله وبجله وعظمه إن كان أهلا لذلك فيجب عليه أن يعتدل أن يتوسط في محبته لمن يجب محبته فمثلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نحن نحبه ونحن نجله ونعظمه ونقدره لكن لا يحق لنا ولا يجوز الغلو فيه أن نعتقد فيه أمورا تختص بالرب تبارك وتعالى أن نعتقد أنه ينزل الغيث أو أنه يجلب الأرزاق أو غير ذلك مما يختص به الرب تبارك وتعالى نعم نعظمه نجله لكن في حدود يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق وفي الآية أخرى قال يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تغلو في دينكم غير الحق لا تزيدوا لا تغلو في دينكم لا تزيدوا فيه ولا تتجاوزوا الحد ومن الغلو في الدين التشدد والتنطع الذي يقع لبعض المسلمين بعض المسلمين يتنطعون ويتشددون في دين الله تعالى فيوجبون على الناس ما لم يجبه الله تعالى ويحرمون على الناس ما لم يحرمه الله عز وجل وهم طوائف معروفة كالخوارج الخوارج طائفة معروفة بالغلو أهل التكفير وأهل التدمير وأهل استحلال دماء المسلمين هؤلاء معروفون بغلوهم وتنطعهم ومن غلوهم وتنطعهم أنهم يكفرون عامة المسلمين بالمعاصي أهلكهم الغلو أضلهم الغلو إذن فالقصد أن المسلم يجب عليه أن يتوسط في دينه وكذلك في محبته وتعظيمه للنبي عليه الصلاة والسلام أو لغيره من الأنبياء أو لغيره من الصالحين ومما يؤكد لكم أيها الإخوة هذا المعنى أن قوم نوح عليه السلام أن قوم نوح عليه السلام كان فيهم رجال صالحون خمسة من الرجال من قوم نوح كانوا صالحين كانوا أولياء لله تعالى كانوا عبادا وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح لما مات هؤلاء الصالحون قال قوم نوح قال بعضهم لبعض ينبغي أن نبني أصناما وتماثيلا تجسم صورة هؤلاء الصالحين لنتذكرهم ونجتهد في العبادة مثلهم لنحذو وحذوهم لنتأسى ونقتدي بهم كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح لما ذكر هذه الآية وهي قول ربنا تبارك وتعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن يصنعوا أصناما مجسدة مجسمة على هيئتهم وأشكالهم وصورتهم ليتذكرهم ويجتهدوا في العبادة مثلهم ففعلوا ولم تعبد فعل قوم نوح هذا ولم تعبد تلك الأصنام والمجسمات وإنما كانوا يتذكرون بها يتذكرون بها هؤلاء الصالحين ويحاولون التأسي بهم والتشبه بأفعالهم لكن لما مات أولئك القوم ونسي العلم عبدت من دون الله إذن ما سبب وقوع الشرك بالله رب العالمين ما سبب عبادة هذه الأصنام المجسمة مع الله رب العالمين السبب الرئيس والسبب الأول الأساسي هو الغلو لما غلوا في أولئك الصالحين وبنوا على شكلهم صورا وأجساما بعد موتهم وهلاكهم جاء من خلفهم من الذرية من عبد أولئك الصالحين أي عبد صورهم وأشكالهم المجسمة بصورهم التي كانوا عليها في الدنيا لما هلك أولئك ونسي العلم وعم الجهل عبدت من دون الله رب العالمين إذن فالقصد أيها الإخوة أن من الأبواب التي يجب سدها وإغلاقها لأنها تؤدي إلى الشرك بالله رب العالمين وهو باب مذموم أن من الأبواب باب الغلو الغلو لا يأتي بخير الغلو لا يعقبه إلا الشر فاحذروا أيها المباركون منه من مجاوسة الحد من الإفراط في محبة أحد أو تعظيمه وتقديره وإجلاله كل يوضع في موضعه كل يوضع في مكانه ومحله الذي يستحقه لا يجوز أن نتنقص ممن كان عالي القدر أن ننقص من قدره كما لا يجوز لنا المبالغة والإغراق في تعظيمه ومحبته حتى نرفعه عن منزلته التي أنزله الله إياه فمثلا الإمام مالك رحمه الله إمام من أئمة المسلمين على فوق رؤوسنا رحمة الله تعالى عليه ورضي عنه وكذلك غيره من أئمة المسلمين كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم من أئمة المسلمين سفيان الثوري والأوزاعي والزهري وغيرهم هؤلاء كلهم من أئمة المسلمين لا يجوز لنا أن نتجاوز بهم الحد الذي هم فيه والمنزلة التي بلغوها كما لا يجوز لنا أن نتنقص منهم وإنما نضعهم في منزلتهم فنعتقد أنهم أئمة بلغوا رسالة الله وأدوا الأمانة الواجبة عليهم وما قصروا ولا فرطوا ونعتقد أنهم أناس مخلصون وخدموا دين الله عز وجل ونصروه وبينوا أحكامه وحكمه بما آتهم الله من علم لكن في المقابل لا نعتقد فيهم العصمة لا نعتقد أنهم معصومون بل نعتقد كما صرحوا بألسنتهم وهي حقيقة الأمر أنهم يصيبون ويخطئون أنه يؤخذ من قولهم ويرد حالهم كحال من هم أفضل منهم شأنا ومكانة وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كحال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وغيرهم من الصحابة يصيبون ويخطئون نحبهم نعظمهم نبجلهم لكن لا نعتقد فيهم العصمة إذن فالقصد أن من الطرق المؤدية إلى الوصول إلى الشرك والعياد بالله الغلو ومن الطرق المؤدية إلى معصية الله ومخالفة شرعه التنقيص والتقدير ممن يجب التنقيص والتقليل ممن يجب تعظيمهم والواجب على العبد هو الوسطية ألا يتنقص ممن يجب تقديره وتعظيمه وألا يبالغ ويغرق ويغلو في من يجب تقديره وتعظيمه فالغلو لا يأتي بخير أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين تمحى الخطايا به يرفع منزلنا في جنة ويئت من ربنا نزلا به الأمان والاهتداء يوم غد وعاجلا فاطمئ ولا تكن وجلا به النجاة من الخلود في سقر بل من دخول لها إن كان قد كملا به تنال الرضا من ربنا وبه يشفع فيك الذي قد ختم الرسلا فلا تضيع أخي ثماره أبدا واصبر وصابر عليها تبلغ الأمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر